والإجمع المسلمين منذ بعثة نبيهنا محمد إلى يومنا هذا على أن كل ما صدر عن نبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات حجة يجب العمل بها إذا صحت في يوم من الأيام وفي سنين مضت خرج مجموعة من الشباب قالوا إننا نكتفي بالقرآن السنة فيها وضع وفيها أحاديث غير صحيحة نكتفي بالقرآن الكريم فحضروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له عمر بن عبد العزيز لا بد من السنة قالوا كل شيء في القرآن قال رأيتم القرآن قال أقيب الصلاة هل في القرآن أن صلاة العيش أرب ركحات وصلاة المغرب ثلاث ركحات وصلاة الفجر ركحاتهم قالوا لا قال كيف نعرف الصلاة هذا لا بد من السنة ثم سألهم سؤالا آخر فقال قال أدوا الزكاة فهل بيّن لنا القرآن مصارف الزكاة قالوا لا قال إذن لا بد من السنة فالسنة يا إخوان الصحيحة لا بد منها لأن السنة ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والسنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن والعمل به ولا دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا منها قول تعالى واطعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وكذلك لا دل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله وقوله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحد يوحى وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولجمع المسلمين منذ بعثة نبينا محمد إلى يومنا هذا على أن كل ما صدر عن نبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات حجة يجب العمل بها إذا صحت